اسمع معايا رئيس الوزراء النهاردة هو بيكلم عن يعني وهو بيفتتح مشروعات وهو يضع حجر اساس لمشروعات وهو يلتقي باهالي سينة وهو يقف على تراب سينة ولأول مرة رئيس الوزراء وده شيء يعني لابد من التوقف عند دلالته رئيس الوزراء المصري لأول مرة يكلف في السياسة لأول مرة كمش في السياسة خالص وراجل تنفيذي طول الوقت يكلم في امور لا تخص لا السياسة الخارجية ولا موقف مصر العربي ولا الدولي ولا اي شيء من ده ولم يعني لم نضطه يوما متورطا في اي تصريحات زاد دلالة سياسية او زاد بعد السياسة او رسالة سياسية او بيكلم راجل في السياسة هو راجل تقري وتكنقراط وبيكلم طول الوقت في القرارات التنفيذية والسلطة التنفيذية وده اهمية ده ان النهاردة يخرج رئيس الوزراء اللي هو التنفيذ التكنقراط وبيقول الكلام السياسي لانه تنقل هنا من كلام سياسي لانه كلام وطني وحول الكلام الوطني الى كلام تنفيذي خلينا ناخد بلا من حكاية دي رئيس الوزراء ما بيتكلمش في السياسة ودي طبعا من النوادر اللي موجودة في الكون يعني دي بس أنا ده منصب سياسي ومفروض هو يتكلم في السياسة مش في حاجة تانية خالص لكن ده برضو من نوادر مصر يعني فرئيس الوزراء اللي بيتكلمش في السياسة خالص وراجل تنفيذي بيتكلم النهاردة في السياسة مش بس كده وبتتحول السياسة الى فعل تنفيذي يعني سياسة السيادة الوطنية التمسك بالارض مواجهة اي ضغوط من اي نوع عدم المشاركة على الاطلاق في تصويت الاضافة الفلسطينية على احساب مصر او احساب غيرها ده كل ده كلام في السياسة خش على طول بقى وهو تنفيذي بنبني وحدات سكانية بنعمل مزارع بنعمل قرى بنسلم للاهالي سيناء المشروعات والوحدات السكانية بنعمل مشروعات تنموية فورا فاول مرة يلتق السياسة مع التنفيذي في لحظة واحدة فبيحول السياسة الى تنفيذي وبيحول التنفيذي الى فعل سياسي بقولك يوم مليء بالدلالات بعيدا عن برضو الرسائل للخارج وبعيدا عن الوش اللي بيعملوا الاخوان ومن لفها لفهم والفصيل برضو للغاية النهاردة مش عارف يفصل ما بين معارضته او حتى كراهيته للنظام المصري رموزه او مسئوليه وما بين مصر يعني ما بين القضايا الوطنية دي السيادة الوطنية وما اعزم عليه ان يحصل اي تنازل من اي نوع علشانه اضبط انحق شفت مش قلنالكو يعني الرغبة في الخصومة السياسية اعلى بكتير قوي من الدفاع عن السيادة الوطنية شيء مزهل شيء مزهل ده بعض الاطراف بتنتصر لحماس وللاضافة الاصطينية اصلا وكانها من باب المكيادة للنظام المصري مش من باب حتى الموقف المبدائي يا كما ممكن في ظرف اخر يقول كلام اخر انما هي فرصة علشان اقعد احمل النظام المصري والدولة المصرية باتهاماتي انا بنزعاجي منها بصف حسابي معاها فيما يخص الحريات فيما يخص هو الانسان وفيما يخص المقافي الاقتصادي وفيما يخص الحرية تعالى بقى ايه اصف حسابي معاها في شيء كاينك بتنتحر يعني شيء رهيب يعني وكأنك تريد ان تواجه دولتك او نظامك فاينك تتولع في نفسك يا جماعة فليبحث كل مننا عن يعني ما بقي من مساحة رشادة في عقله عشان يضبط بس ما بين الخلاف والاختلاف السياسي وبين القضاء الوطنية يعني وانت فيه رغبة محمومة لدى البعض دوار محدودة وطاعة الحال في انه يمشي وراء الاخوان في محاولة احماء النظام المصري علشان اصله ايه يحارب يعني يوم السابت اللي فات صاروخ نزع ايه الغلط انحق وشوف واعمل يا راجل يعني ده جنون ده هوس المفروض انه وشاب حوثي قاعد مش عارف يعني ما ده تركيزه ايه رمى طيارة مسايرة فعلى ايلات ولا ايه فعمت اسرائيل صدت واحدة والتانية وقعت عندنا في طابة والتالتة وقعت والتانية وقعت في نوابع الجزء اللي هو يعني من الساروخ اللي وقاحة او القذيفة اللي صدت عليها فانت عايز تورطني عشان الموقف ده وسخنان قوي والحق وشوف وعمل وحملات وهاشتاجات وبتاع علشان ساروخ طالع غلط ولا مسايرة طالع ضلت طريقها فتورطنا انا شعب مصر وجيش مصر ومصير مصر يا جماعة يعني ما نتعقل شوية يا جماعة واللي هو حم العجز اللي عندنا مثل الجوة مشاعر الناس ازاء اللي بيحصل بالمجازر في غزة فبنحولها الى يعني عنصر تصفال نفسنا هذا امر لا يليق ابدا باي عاقل وباي يعني مواطن يريد ان يرشد نفسه وعقله لخدمة وطنه وخدمة قضيته يعني خلينا اسمع معاك السيد رئيس الوزراء وبيقول تصرحاته النهاردة عشان كده كل زر ترامل هنا احنا مستعدين كمصريين نبذل فيها ملايين الارواح بس محدش اقرب منها النقطة المهمة اللي احنا عايزين نؤكد عليها واللي اكد عليها السيد رئيس عبدالفتاح السيسي مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية لا على حسابها ولا على حسابها دي رسالة لازم تبقى واضحة للعالم كله هذه القضية مرة اخرى لن تحل الا بالحل اللي اقره العالم كله وهو حل الدولتين هذا هو الحل الشامل الذي سيضمن السلام في المنطقة اي حلول اخرى سينتج عنها مهما كانت محاولة فرضها سيظل عدم الاستقرار وعدم الامن والامان لكل الدول في المنطقة مستمر نحن نسمع لأول مرة رئيس وزراء مصر يتحدث في امور سياسية ثم تتحاول هذه الامور السياسية الى مواقف وقرارات واجراءات تنفيذية بحيث ان تتحول يعني الحكومة المصرية في موقفها من التنفيذ الى السياسي وتحويل السياسي الى تنفيذ زي ما شرحت عشان يبقى كلام على ارض الواقع كلام عملي كلام فعلي كلام مهم للغاية بيقولوا كل مسؤولين مصر بما فيه النهاردة قائد الجيش التاني بما فيه اتحاد القبائل في سيناء بما فيه مشايخ قبائل سيناء احنا اصاد مشهد النهاردة جلل ومهم للغاية اشتركوا في القناة